السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا يستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إه تردد جديد وحاصر زهرة على النايل سات لخناة القمر الهاشمي إضافة جميلة ومميزة جدا للخناوات الموجودة على النايل سات لو القيمة اللي عندها خلافة اللي أنا بشرح لها بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل خناتي ومن خلالها تقدر تضيف أي خناة أو أي تردد جديد على جهازك سواء إذا كان عندك رسيفر عادي أو أي شاشة تعرض بتاعتها أو الأرسيفر داخلي كل الشرحات موجودة داخل قناتي ومن خلالها هتقدر تضيف أي تردد على جهازك بكل سهول أما بالنسبة لאكتر من سعين في المائة من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على الظرر المينيو ونوقف على قيمة وفاققة كلمة التركيب ونوقف على كلمة تركيب ووضع اوكي وانزل بعد كده على قيمة الترددات ووضع اوكي وبالنسبة لقوام الانجليش هنضغط من الرموت على الظرر المينيو واقف على قيم وافاة كلمة انسليشن. بوافع الانسليشن وضغط Okay. وانزل على ترانس بورد اللي in city وقد ضغط على زراء علىn yellow okey. هيظهر معي قيمة التراددات كل اللي هعمله وادغط من الراموط ع الزراء الاحمر. واكتب الترادد بتاعه وبعدها اضغط okay. وبعدها ونوافع التردد واضغط من الرماطع الزرار الازرق واضغط اوكي وبالتالي الجهاز يبحث التردد وهي ظهر في قيمة البحث قناة واضافة جميلة جدا على النايل ساعة تسماء القمر الهاشمي قناة متنوعه واضافة جميلة جدا وده احدى التردد للقناة بترخ شهر 3 العامة 22 القمر الهاشمي موجود على تردد 11 6 3 7 معدل ترميل 27 500 والقدبيه فيه او فيرتكال او راسي تردد شرطه عالية وسهل جدا استقباله بقى اطباق تبدأ من 60 او 70 سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك راسيفر بتعامل بنظام الـ HD او شاشة عرض بتحتها على راسيفر داخلي بيتعامل بنظام الـ HD عشان تقدر تستقبل تردد قناة القمر الهاشمي على جهازك القمر الهاشمي اضافة جميلة وممائزة جدا بهداء لكل مشاركين القناة اللي بيتابع معي الترددات الجديدة والحاصرية اول باول واللي بتفرج على قناة الاول مرة اضغط لايك وشريك في الخناة اهم حيفعل الجرس عشان او سألكم ان كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته